سؤالها الثانية شيخ لم يتضحي كأنها سألت عن الاستخارة ومن يفتح المصحف نعم هي تقول أن الاستخارة بالقرآن تقرأ مثلا ما شاءت من الصلاة وتقول الدعاء ثم تفتح المصحف فإذا وقعت عينها على آية تشعر توحي بأنها تقدم تقدم وإذا وقعت عينها على آية توحي بأنها تحجم تحجم الجواب هذا لا يجمس وليس هذا من الاستخارة المشروعة وهذا نوع من الاستقسام بالأزلام لكنه ليس استقساما كما يفعله الجاهليون بكتابة أشياء لأنه فتح المصحف هذا لا يقدم ولا يأخشر في الموضوع إنما كل الشأن أن يصلي الإنسان مستحذرا تماما الإقبال على الله تعالى ثم يسأل الله جل وعلا بدعاء الاستخارة المعروف فاللهم إني أستخيرك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم أن تعلم الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن كذا أو في كذا يسمي الشيء الذي يريد أن يسأل الله تعالى الخير فيه خيرا لي في دينه ومعاشي وعاقبة أمري فأقدره لي وأسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن في كذا شرا لي في دينه ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه وقدر للخير حيث كان ثم رضني به بعد هذا إذا قال هذا الدعاء ما يقع بعد ذلك هو الخير سواء كان إنسان يحبه أو لا يحبه انشرحت نفسه له أو لم تنشرح نفسه له كل هذا غير مؤثر ولهذا ينبغى أن يعلم إنه ما سألت بعض الناس يقول أرى رؤية بانشراح صليت ولا حسيت شيء نقول كل هذا ليس لازما قد يحصل إنسان يرى رؤية تشجعه وقد يحصل إنه يجد انشراح انشراحا في أمر من الأمور لكن كل هذا غير مؤثر في مسألة ما هو الخير الخير هو في ما يقع لأنك إذا صدقت في الاستخارة فالله سيخار لك الخير ويختار لك ما فيه صلاحك حتى ومن بدأ أنه يعني ما هو مناسب لك لكن هو الخير ولو قدر الإنسان أن هذا خيرا أن هذا خير له من مما هو أسمع من لرضي واطمئن وانشرح صدره لأن بعض الناس يقول أنا استخرت ولا توفقت نقول الاستخارة لا يلزم منها التوفيق الاستخارة هو أن يخار الله تعالى يختار لك الله جل وعلا أفضل ما يمكن أفضل ما يمكن أن يكون مناسبا لحالك وليس أن يوفقك إلى الأفضل في كل الأوجه هذا قد يكون لكن ليس بلازم لكن شيخ هذا الدعاء متى يقوله بعد السلام الشيخ الأمر فيه واسع والأظهر أنه يكون قبل أن يسلم قبل أن يسلم الدعاء الذي ذكرنا هذا أن يقوله قبل السلام وأنه قاله قبل السلام ولما سلم عاد أو قاله بعد السلام ما مرفع هذا قريب إن شاء الله الحمد لله